نفسياً كابتون أحمد السفقات دي وهي جاية من نادي الأهلي والزمالك هتقدر أن هي تعمل فعلاً الإضافة بشكل كبير؟ أنا أعتقد أن تعمل الإضافة بشكل كويس يعني لأن سموحها كمان ممكن يكون في احتياج لها هأكد كلام كاب زكاية على بايم صلاح ويمكن أنا لما كنت معك هنا في ماتش الزمالك قلت أن النادي الزمالك خسر بايم صلاح لأن هو محتاجه في الفترة اللي جاية نادي الزمالك عنده ماتشات كتير تقيلة عنده المكان ده مفيش فيه حد كتير كمان بايم ليه شكل مختلف يعني عامل زي حسام عشور في النادي الأهلي هو اللعيب اللي بيعاف يقف هو اللعيب اللي بيكون حلقة الوصل هو اللعيب اللي بيلمه كل زميله فالعيب مهم وكانت مفاجأة بالنسبة للشخصية أن بايم صلاح يعاري لنادي سموحها لكن أيا كان هو عنده فرص طيباً ضمامه للمنتخب أنا أعتقد أن دي شيء إيجابي ودفع معنوية لبايم في الفترة اللي جاية أنه هو يقدم على سموحها بشكل كويس سموحها زي ما قال كاب زكري عنده كل الإمكانيات اللي هو تخليه يبقى موجود مع نادي الأهلي ونادي الزمالك عنده إمكانيات مادية عنده استقرار إداي عنده إمكانيات فنية عدد كبير من اللعيبة كويسة جداً جداً في سموحها وإن كان سموحها كان ممكن في جدول الدول يكون أفضل من كده بكتير وشريفه جد الصغير؟ بالضبط طبعاً جد الصغير العيب مميز يمكن ما خدش فرصته في النادي الأهلي عنده فرصة كويسة برضو أنه هو يرجع النادي الأهلي تاني هو بيقول لأ أنا كانت صفقة كويسة بالنسبة للنادي الأهلي لما يلعب أنا شايف أن ده شيء إيجابي شريف طبعاً انضمامه للدفنس السموحة أعتقد برضو في احتياج دفنس السموحة شايف أنه هو تلت صفقات كويسين لسموحة عندهم دوافع كبيرة الماتش الجاي ماتش الزمالك عايزين طبعاً كل واحد يثبت أنه كان حق أنه يكون موجود في فرقته فأنا شايف أنه دفع كويسة لفريق سموحة ومعاهم مجموعة لعيبة كمان تساعدهم أنه يظهور بشكل كويس شكراً لك